اهلا محاضراتكم في هذه التغطية رصد العلماء نوع غريب من الاسماك يعود الى زمن الديناصورات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الامريكية هذا النوع هو سمك الحفش الاطلسي ولكن السمكة كانت نفقة واكتشف هذا النوع من الاسماك علم الطبيعة والمصور الين اسكلار على سواحل ماريلاند وفرجينيا والتقط عدد من الصور للسمكة الكبيرة التي يبلغ طولها حوالي ثلاثة اقدام وقال اسكلار المتخصص في تاريخ الحياة البرية والبيئية انه يتجول على مسافة 12 ميل من الشاطئ تقريبا لمدة 100 يوم في السنة وبشكل متكرر ولذلك يستطيع ان يرى الكثير من الاشياء والكائنات التي لا يستطيع كثير من الناس ان يروها وقال ايضا ان هذه ليست المرة الاولى التي يرى فيها سمك الحفش وان هذه هي المرة الثانية التي يرى فيها هذا النوع من الاسماك خلال 27 عام وذلك من التجول على سواحل ماريلاند وفرجينيا خلينا اقول لحضراتكم ان سمك الحفش الاطلسي هو سمكة كبيرة توجد في الانهار والمياه السحلية بداية من كندا الى فلوريدا ويمكن ان يصل طوله الى 14 قدم ويزن اكثر من 800 ترطل وفقا للجنة فلوريدا الاسماك والحياة البرية ايضا استطاع مجموعة من العلماء ان يلتقطوا صور الاسماك نادرة في اعماق البحار على بعد 3000 قدم تحت سطح المحيط في خليج المكسيك كانت هذه الاسماك تستخدم زعانفها كأنها اقدام تسير عليها على قاع المحيط وقالت صحيفة ديليميلة البريطانية ان هذه الاسماك عبارة عن مخلوق طويل مسطح يطلق عليه شيفرز انجل فيرش ويصل طوله الى خمسة اقدام ويزن حوالي 110 رطل ويتميز هذا المخلوق بجلد كثيف ولامع ومميز يسمح له بالاندماج في محيطه الغامض في اعماق البحار ويعيش على نظام غذائي من الاسماك الاخرى ومن الممكن ايضا ان يتغذى على الحيوانات البحرية التي يصل حجمها الى ضعف حجمه تقريبا وتم اكتشاف هذا النوع من الاسماك على بعد حوالي 300 قدم تحت سطح المحيط بالقرب من احد جزر خليج المكسيك وكانت واحدة من المحيطات النهائية في رحلة استكشافية لمدة عام قام بها المكتب الوطني لاستكشاف المحيطات والبحوث التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نواء وكتبت وكالة نواء في وصف للمهم ان هذه المنطقة بها كائنات نادرة في قاع البحر العميل اضافة الى خصائص جيولوجية فريدة من نوعها ونظرا للعمق الشديد الذي يفضلونه استخدم البحثون مركبة تعمل تحت الماء عن بعد الاستكشاف قاع البحر مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم